خد يا مش مشة. فكرنا يا جماعة مش مشة. من كبير ممكن ما كانتش عايزة ايه. تيجي جنبي خالص وكانت لسه جاية جديد وخايفة. صلنا هرده بدأنا ايه يعني اهو. بدأنا ان احنا نهرش في مرحلة ان هي بتيجي تاكل من انتي. يعني طبعا خايفة وكل حاجة. بس ايه الموضوع بقى احصل. انا متوقع كده كمان كم يوم ان شاء الله علم الانوال ده. هتيجي تبقى عادي خلص ما عنداش مشكل. عايزة اقول لكم بقى ان نفس الموضوع ده بيسرع الكلاب بالزبط. اصلا موضوع ان حيوان يبقى خاف من حاجة. فانت تستخدم معاها اكل او حاجة بتشد انتباهك في الكلاب طبعا ممكن اللعب. فالموضوع ده بيقلل الخوفة بتاعه. وتاني نقطة انك انت تستخدم الموضوع معاها بالتدريج. يعني مش مش مهم انه يجي النهار ده يكون منهيدك. لو كل بخاف منك مسلا تمام? اه كل القصة المهم بس انه يعرف ان انت مصدر اكل. ان انت بيجي منك حاجات حلو. مرة في التانية في التالتة تبدأ تخليه يقرب 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 لحد ما في الاخر يبدأ يقرب من ايدك. ومع الوقت يبدأ يقرب اصلا هو يتعود عليك. مش مشا كان اول ظهور لها عندنا في جاروي بورك تمام كان من كم يوم وكان فيه فيديو نازل وكانت خايفة جدا يعني اه هي شجاعة وبتقرب بس لها حدود. يعني ما كانش ينفع مسلا تيجي اصلا تقرب ناحية ايدي. تمام? ما كانش ينفع اصلا تيجي اتقرب ناحيتكم. اجيان اجيلها كده تقوم طلع تجري وتبعد شوية وتستنى لما الاكل يترمم بيد. مع التدريج ومع وجود اكل. ومع اهم حاجة ان انا مع متلاش يعني. يعني مش بالعافية تعالي بالعافية. اه يلا بالعافية. اه انتي تعاودي عليها دلوقتي بالعافية. الحركة دي مشهورة جدا في مع مع مربين الكلاب. ان كلبه يبقى خايف من حاجة يقوم جره من ليش? يقول له تعالى يعني هو فاكره بيقول له تشجع. او انت كده بتخليه خاف. الكلام اللي فات ده يا خليني افتكر. موقف قريطه في كتاب ده جينيس او دوكز بتاع براين هير. انه في مرة من المرات كان بيعمل دراسة على مجموعة من التعالب والدراسة دي. كانت بتستدعي ان التعالب تبقى قريبة منه عشان يشوف تفاعلها مع البشر. ولكن الخوف بتاعها كان منحة ان هي تقرب منه. الكلام ده طبعا كان في بيئة محكمة وفي مرة من المرات كانت التعالب بتلعب. لأ ان التعالب الصغيرة عمالها تجري وراء ريشة. يعني فيه كان فيه ريشة طايرة تمام? والتعالب عمالها تجري وتتنطط وتلعب بيها. تمام? ام عمل ايه? راح جاب شوية ريش. وبدأ يقعد وبالتدريج يستخدم الريشة. لأ التعالب بدأت تنسى خوفها وبدأت تتشجع وتقرب اكتر. خلينا بقى نرجع للكلاب ونطبق ده على الكلاب. لما تستخدم حاجة كلبك بيحبها. اكل لعب فيه زل وجود حاجة هو خايف منها. وتخلي الموضوع بالتدريج يعني مفيش بالعافية مفيش اه حط قدام الامر الواقع والكلام ده كله. لأ خالص. هتلاقي الموضوع مع الوقت بدأ يخف معاه والخوف بدأ يخف. واهم حاجة في الموضوع انك انت ما تستعجلش يعني ما تستعجلش عن الموضوع ده ملوش وقت محدد. الموضوع ده ممكن تلاقيه تحل في شوية صغرين ممكن تلاقيه تحل على حبة كتير. ولكن في الاخر اهم حاجة ان الكلب هو اللي بيحدد تمام اه انا خايف من الحاجة دي ولا خوفي بدأ يقل. وبناء عليها بيبدأ ياخد خطوات تجاه الحاجة دي لحد ما الموضوع يتعلج عنده خالص ومبقاش عنده خوف من النقطة دي. بس كده فالنهار ده زي ما انتم شفتوا انا كل اخدته من موضوع مش مشة ان هي بدأت تيجي تاكل من ايدي. انا مش عايز اكتر من كده. لما تبدأ هي الموضوع ده يبقى عندها بتعمله بسهولة جدا وخلاص ونسي تخفها في النقط دي تمام او في موضوع ان هي تاكل من ايدي ابدأ اقرب منها اكتر ابدأ احاول تبطب عليها ابدأ احاول اتصاحب عليها اكتر ومع الوقت الموضوع هيتحل. انما لو حاولت اخد الموضوع بالشدة او بالعافية او بان انا امسكها بالعافية وخليها والكلام ده كله لان موضوع هيتجيب نتيجة عكسية ومش هيتحل تماما. يلا. بان بان امشمش